جديد الأخبار الجيش الأوكراني في بيان له يقول بأن الدفاعات الجوية أسقط طائرة روسية في شرق أوكرانيا فيما روسيا وفق وزارة الدفاع الروسية تتحدث بأن العملية العسكرية تستهدف المنشآت العسكرية تستهدف البنية التحتية ولا تستهدف مدنا ومدنيين بعينها بيان وزارة الدفاع الروسية يقول بأنه لا خطر على حياة المدنيين حتى هذه الساعة وفق المعلومات الآن نسمع عن استهدافات لمستودعات أخيرة للأسلحة وأيضا مناوشات على الحدود هناك تحركات أيضا من قبل جيش بيلاروسي والروسي صوب الحدود الأوكرانية وأيضا جزيرة القرم التي كانت أيضا احتلتها روسيا في عام 2014